إزاي ممكن نقرأ أكبر قدر ممكن من الكتب في وقت قليل وفي نفس الوقت مش اللي هو تسكور بقى نحن عايزين نخلص وخلاص لأن انت تقرأ في وقت قليل وتستوعبه في نفس الوقت ويبقى أكبر كامل من الكتب دي نعملها إزاي؟ مزوبتي عندي كان عندي مشكلة زماني أنا برضو من نوع اللي بحب القرية كنت مثلا رح معرض الكتاب أرجع بكتب قد كده أو رح مثلا لمكتبات معينة أرجع بكتب كتيرة فمع الوقت بقى عندي كتب كتير متراكمة ومش قادرة أخلصها صح فبتديت بقى أدور في الطرق اللي هي بتاعتني ممكن واحد يقرأ عدد كبير من الكتب في وقت قليل يعني لقيت برضو تبقى خطوات بسيطة يعني أهم حاجة مثلا طبعا عشان أتشجع أن أنا أقرأ كتابها وخلصه ويكون عندي هدف من القرية يعني يكونش مثلا واحد رفيع ويقرأ مثلا كتاب عن التخسيس فهو يعني هيحس مش هيحس بتحمس مسأة يعني يعني على حسب الموضوع اللي أنا هقرأ فيه كمان بزبط يعني موضوع يكون هيحل مشكلة عندي أو عندي هدف من القرية مش مجرد بس القرية مجرد القرية يعني فبالتالي أنا بحس أن أنا بعدها محمس فمش أكمل الكتاب وطبعا يعني كان في برضو عتقات خاطئ عندي أن أنا لازم أقرأ كتاب من الجلد للجلد عشان حس أن أنا استفدت بقى من كتاب آه مالئي بقى مفروض القرية تبقى عاملة ازاي لو حنقول فنون القراءة السليمة يعني يعني يفضل في الأول طبع أن أنا أخذ الكتاب يعني زي عمله تصفح سريع كده أشوف مثلا فيهرس المواضيع اللي جبه الكتاب وأشوف العنوين الرئيسية والرسومات والحاجات هي بارزة في الكتاب فبالتالي بقى محضر عارف الكتاب ده فيه إيه وإيه موجود فيه والكلام ده ممكن ألخص مثلا حاجات اللي أنا عارفتها قبل مبتدي القرية يعني أنا عارف أن الكتاب ده بيهتكلم عن واحد اتنين ثلاثة أكتبهم في ورقة وحد يتبقى أشوف من المواضيع دي اللي أنا محتاج أركز عليه بعد كده في الإراءة التانية واجي بقى في الإراءة التانية أشوف بقى الهدف بتاعها والحاجة اللي أنا عايز أقرأها وهي دي اللي أركز عليها وأبتدي أكتب أبتدي أقرأ فيها بالتفصيل أكتر من التصفح السريع اللي أنا كنت بعمله قبل كده طيب دلوقتي خلينا نتكلم برضو على الكتاب أو الفهرس أنا ممكن أدخل على الفهرس وأختار يشديني مثلا أبواب معينة شابتر ممكن تقرأها تلاقي فيه سطر في النص يقولك إيه كما ذكرنا في الباب الأول أو سنذكر فيه مثلا الفصل فتدس تلاقيه بقى أنه ربطك بأنه أنت لازم تمسك الكتاب من جلدة للجلدة في الحالة دي أنت بتتصرف إزاي يعني غالبا يعني لو حاجة فعلا أنا حسيت أنا مش فاهمها غير لما أرجع للفصل الأول ممكن برضو الفصل الأول ده رجع له برضو بشكل سريع شوف الحتة اللي هو بس اللي أنا محتاجها منه آه بالزبط يعني ما أرهوش كله مش لازم أره كله آه لأنه ده برضو من يعني في الآخر أنت بتختار أولوياتك من الكتاب بحدد الأوليات بتاعتك من الكتاب والحاجة اللي أنا عايز هي من الكتاب ده